كابتن أيمن مرة واحدة جالي خبر أن يعني أسف إيه قالت أيمن عبدالعزيز من منصب مدير قطاع الناشئين في نال الزمان مبارح طبعا ما ينفعش تقال لي أسباب كتير فرجعت لك على طول فأنت أكدت لي قلت لي فيه منها صح فيه منها غلط أيمن عبدالعزيز من الآخر مشي لي من الزمانك من الآخر خالص فالله ما عرف يعني ما عنديش أسباب خالص محدش تكلمني وده اللي مزعلني ومدايقني طيب نمشي واحدة واحدة السبب الأول أن أيمن عبدالعزيز كان بيورد شركته الخاصة بتورد ملابس للنادي وتم اكتشاف أن هي غير مطابقة للمواصفات الفنية مين اللي اكتشف ده الناس اللي في النادي طيب ما أنا بقى لي ثلاث سنين بدي الزمانك لبس أيوما كان في عهد المجلس اللي فات ده بالعكس فالكتشفت اللي وعتي الإدارات غيرت أماش إيه يعني إيه اللي تغير في الموضوع اللي تغير في الموضوع ده بالعكس إنت الإدارة اللي فاتت اللي كانت يعني يوعي لكل حاجة وبتبص على كل حاجة وبتشوف كل حاجة نفس الوضع الإدارة دي فبتشوف كل حاجة وبتبص على كل حاجة فخلي بالك لو بتتكلم على اللبس اللبس بيروح الأول مكان معين يعني هما بيجوا يختاره تمام؟ وبيقايموا اللبس إنه بيقبوا باش داخل الواحد يخلي بالك يعني بتبقى شركات كتير واللبس بيتقايم عب يبقى فيه مزايدة بالضبط فاللبس بيتقايم وبيختاره أحسن لبس وأحسن أسعار ده بالنسبة لللبس ففكرة إنه أنت بعد ما تاخد اللبس وتلبسه وتستلمه يعني هو مش منطقي دي فيه ناس كده يعني ضعف النفوس بيقولوا أي حاجة في أي حاجة عشان في الآخر أنا أقول محتاجة أدي لبس للزمالك ولا محتاجة طب ما أنا أريد رأيك حاجة أنا كنت أريد لبس للدرجة الأولى اللي هو الجهاز قبل كده كنت أريد لبس بلاش هم والله ها طب مرتين مش مرة أخلي بالك هم كنتش بدي طبعا كميات كبيرة لكن مثلا جاء الجهاز جديد جاي مثلا وفيش حاجة متوفرة إنه هم ينزلوا به ها طبيعي عادي جدا يعني مشكلة أصف في الآخر نتزميك ده بيتي وده في وشي هم انت لما أبوك وأمك يفضلوا يصرفوا عليك طول العمر وفي الآخر انت مش هتردله من الجمل ده هونا لما أدي نتزميك حاجة مثلا معنى كده إن أنا مثلا بتصدق عليهم وبجب عليهم ده هو هم اللي عملوني يعني هم اللي خلوني كده عشان نعمل ده ففي الآخر لما أنا بدي لقطاعنا شي لبس لا أنا بديهم أحسن لبس والناس عارفة إن اللبس أحسن لبس والناس مبسوطة بي جدا جدا لكن فكرة اللي بتقال ده هو يعني كل واحد يقعد يكتهد عشان يعرف انت مشيت ليه في الآخر لما يطلع مثلا حد من المجلس يقول مثلا إحنا مثلا أقلنا أيمن عشان واحد اتنين واحد اتنين دي أنا أرد عليها أو يبقى هو الكلام من عنده فأنا عارف أرد يعني أنت مشكلتك إيه إيه المشكلة اللي خلت أيمن يمشي رغم نقطاع الناشين فأنجح فتراته ترجمة نانسي قنقر